تحياتي درس تعليمي جديدة نتكلم فيها عن الفلات المتسع وبشكل واضح جدا وانطبقه على نموذج عندنا طيب هنا يعني ايه فلات متسع يعني انا بيبقى عندي طورة سعرية مكتبلة وبنزل على شكل A B C وده بيكون تصحيح مكتمل بالنسبة لي وبطلع بموجة قوية جدا بقول خلاص حصل الانعكاس في الساعة وبعد كده لقي نفسي بنزل على شكل تصحيح مرة اخرى وبكسر القاع مع قبل تكملة الاتجاه الصعدي طيب ده بيعمل لي ايه النموذج المتسع ده اولا بيطلع يكسر القمة اللي تشكلت عندي وبينزل يكسر للقاع اللي تشكل عندي هنا طيب مفروض ما اناتو اشراء بتاعتي فين بتكون بداية من المنطقة دي اللي هو منطقة الانعكاس اللي عندي اللي حصل منها اول ضلع ده ببتدى اشتري منها وبعد كده لو لقيته صعد ونزل وعمل ضلع اخر روبوتي ببتدي اعزز من المستويات دي طيب اول حاجة بفكر فيها ايه في التصحيح ان هو ينزل يديني ضلع موازي لهذا الضلع فانا امتوا هي عامل كده بمنطقة البساطة بقولت خلاص ده السعر ينزل ايصعد من عند مستوياتي الثلاثة جنيه وتمانين ارش بقولت خلاص ده هيعمل لي مثلا ضلع موازي او يعمل لي راننج راننج ده اللي هو بيطلع يكسر القمة لكن ما بنكسرش القاع وهنرجع له في دموذك هنشرحه لكن احنا هنا بنشرح الفلات المتسكة طيب اخد مستهدافات ازاي اول حاجة بهم عامل ايه بهم اخد القمة وقاع اللي تشكله عندي من المستويات دي وبفكر في اول حاجة اخد مستويات الواحد اللي هو الميت فيه دي اول مفروض منطقة شرع برقبها بشكل مهم جدا واشوف هل السرع يتراجع منها ولا لا قصرها ولاقيت فيه كسر قوة بركز عن منطقة تانية اللي هي منطقة الطلب الرئاسية اللي عساه اللي هو ممكن يحافظ عليها وما يكسرش طيب هنفد قصر ده وقصر ده برجع وبشكل مهم جدا بتابع مستويات المية واحد وستين فيبو لان في الاساس انا بيكون عندي اهم منطقة طلب عندي على السهم ده او في التصحيح ده ان انا بستهدف ايه بستهدف مستويات مهمة جدا المستويات المية واحد وستين فيبو الى مستويات المية سبعة وعشرين فيبو ولما السعر بينزل ما بينهم كل المنطقة دي بتكون منطقة شرع بالنسبالي وبدور على اي ضعفة في المناطق دي وابتدي اشتري الا طبعا لو لقيت فيه هبوط خوماسي وزخم قوي جدا فسعيتها لا لكن بعرف من هيكلية الموجة من البداية ان ده هيكلية تصحية لدورة سعرية مكتملة ومنتهى البساطة وهنا نسب فيبو ناتشي ارشادية والمفروض ان احنا بنتابع السعر باكتر من شكل طيب النموذج ده عندنا اه لو احنا لقزنا اي بي سي سقود على شكل وطد صاعد ظهر لي من المنطقة دي طيب وبعد كده بلاقي هبوط منشط يكون هبوط خماسي ممكن هبوط ينزلي على شكل اي ويسعد وينزلي بي عنيفة وبعد كده يسعد ويديني منوجة تانية اكس ويكون عمال لي مش هبوط خماسي تصحيح مركب في اخر ده اللي هو ضعفة وفي الحالة دي بيكون تكون عندي بقى ايه اللي هو تصحيح مكتمل اللي هو بيكون على هذا الشهر بيبقى ده بالنسبة لي دابليو اكس واي او اي بي سي على حسب المساميات احنا مش هنقف عندها عشان ما لغبطش نفسنا طيب خلينا نوح بقى على فريم ايه فريم اربع ساعات تمام وعلى ساهم ابو اير خلينا نمشي مع بعض اولا ساهم ابو اير نزل على شكل ايه بي سي وسي كان الزخم بطاعة ضعيف جدا خلاص الساهم خلاص تصحيح ومستمر في الاتجاه الساعد حصل ايه ان الساهم ساعد ولكن ما حييفش في المسهر ونزل عمال لي اي بي سي وده تصحيح مكتمل خلاص الساهم ما يساعد ام الديني موجة اكس طيب خلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة لو انا قلت طيب الساهم ده المفروض ساعد طيب هو قصر لمستويات المية واحد وستين فيبو بقوة لا وهنا باخد في بوناتشي تريسمانت لو قصر لمستويات المية خمسة وعشرين جنيه اقول خلاص الساهم يمكمل في الاتجاه الساعد طيب ده ما حصلش طيب هل الساهم داني نفس طول الضلع من المستويات دي لو احنا مشينا مع بعض لا الساهم هبط اكتر وراح لحد مستويات المية واحد وستين فيبو اللي هي مستويات الستين جنيه اللي احنا قربين منها واللي العودة لها بنشوف انها ممطقة ممتازة جدا جدا شرائية مع ضعف في الزخم هل الساهم نازل على شكل خماسي لا الساهم نازل على شكل اي بي سي اكس واي والسي بتاعته كتعنيفة جدا وده اللي عازل انها يكون في موجة اخر طيب مش ده كله نموذج تصحيحه والمفروض انه مكتمل يعني المفروض ان احنا نبحث عن ضعف في المناطق دي عشان نشتري طيب خلينا نوع على فريم صغير ونوع على فريم الخمس ده بدأ يحصل في المنطقة اللي احنا بنتكلم عليه ايه بدأ يحصل ضعف واضح كمان في الزخم الشرائي وبدأ يحصل ملامح ضعف عندنا طيب مش ممكن الساهم بمنطقة البساطة ينزل يكون بيعمل لي هو كمان قطرية هنا وبيعمل لي واحد اتنين تلاتة ويسعد يعمل لي موجة منقطعة في المستويات دي وما يكسرش ويسعد طيب يبقى انا المفروض اللي بيستهدف ايه ان انا كل ما بقرب من عند مستويات الستين جنيه اواخر قاعة تشكل عندي ده هو عند مستويات التسعة وخمسين جنيه بفكر اشتري وبعول ان الساهم انها تصحيحها بمعنى صح في مناطق ضعف ومناطق منتزة جدا شرائيا ده الفكرة بمنطقة البساطة على يعني ايه فلات متسع عشان الله شرحناه وعندنا نموذج واضح جدا جدا اهو وعندنا نموذج اخر هناخده ان شاء الله على ساهم اخر لفلات اخر ممكن في ايه با فيجلور فلات اللي هو ما بطلعش يكسر القمة لان احنا لو بصنا هنا الا ان احنا قصرنا القمة بموجة وقصرنا القاع كمان تحت هنا يعني طلعنا عملنا قمة جديدة وطلعنا عملنا ونزلنا عملنا قاع جديد وبالتوفيد